السكر حقيقة بيأثر في كل حالة بيؤثر على الإنجاب أو بيؤدي لتأخر الإنجاب ويؤثر على العلاقة الزوجية جدا ودي أهمية فعوص ما قبل الزواج اللي عنده سكر بنقوله أنت لازم تيجي للدكتور من قبل الجواز لأنه تأثير السكر وخصوصا اللي عندهم سكر طفولة اللي هو سكر معهم من زمان من أيام الطفولة مشكلة المرضى دول إيه أن السكر عنده مثلا هو عنده سبع سنين ثمان سنين عشر سنين هو بيتجاوز مثلا ثلاثين فوق الثلاثين يعني بيكون السكر في الحالة دي عنده عندي العشرين سنة طبعا لازم يكون منضابط وخصوصا السكر التراكمي اللي هو بتاع الثلاث شهور ده المفروض ما يزيتش عن سبعة وما يعديش ثلاث شهور مريض السكر من غير ما يعمل السكر التراكمي ويبقى متأكد دايما كل مرة أنه ما يزيتش عن سبعة كده يبقى كانه ما عندهش سكر طيب نيجي بقى الحاجة مهمة قوي هو عنده دلوقتي بقى له فترة فوق العشرين سنة مضاعفات السكر مرتبطة بالزمن يعني مهما كان السكر منضبط هو قابل أن يحصل له مضاعفات المضاعفات دي بتأثر على جزئين أساسين في الجسم العصاب بتؤدي إلى ضعف في توصيل العصبي فيؤدي إلى ضعف في أداء العلاقة الزوجية تمام وممكن كمان يؤثر على الشرايين برضو يؤدي إلى ضعف في أداء العلاقة الزوجية فلما بيجي لي مريض عنده سكر سواء قبل الجواز أو بعد الجواز أول خطوة بنعملها لازم نعمله أشعة علشان نتطمن على الدورة الدموية بتاعة الأعضاء اللي عنده هل الدورة الدموية في منطقة الحوض ومنطقة الأعضاء التنسلية سليمة ولا لا لأنها بتكون متأثر جدا في مرض السكر وخصوصا بتاع التفولة إذا أضفنا إلى السكر إنه كان مدخن دي بقى كارثة هنا بقى الضعف الجنسي قادم لا محالة يعني أنا دايما بقول للعيان السكر والتدخين زي البنزين والكابريت اقربوا البعض مصيبة لو أنت عندك سكر وبتدخل مشكلة رهيبة كده أنت لازم حصل لك ضعف وهنطلع نتدخل تدخل جراحي بعملية جراحية بنسميها الدعامة هنبقى نتكلم عنها لو ما تجنبناش السكر نحن زبطنا التراكمة تحت السبعة وبطلنا التدخين نهائيا بكل أنواعه هيحصل ضعف جنسي لا محالة طب يا دكتور يعني احنا بنتكلم دلوقتي إنه ممكن يكون المريض مزبط السكر بتاعه بيعمل متابعة دورية كل تلات شهور بيعرف السكر التراكمة بتاعه ما بيزيتش عن سبعة ده برضو يا دكتور ممكن يكون معرض برضو إنه هو يحصل له تأخر في الإنجاب أو مشكلة من ناحية الضعف الجنسية آه تمام ده برضو لأن هنا المدة مهمة المدة مهمة وبشرط ما يكونش بيدخن لو بيدخن لا يبقى التراكمة السبعة دور يعني المدة مهمة يعني ممكن مثلا مريض السكر ينجب أول الزواج لكن بعد مثلا أربع خمس سنين مفيش إنجاب فمن هنا يكون المدة أصطرت على الفكرة التأخر الإنجاب يعني السكر العوامة المؤثرة في ضبط السكر مرور الوقت مرور الوقت في غير الصالح صالحه لأن المضاعفات بتاعت مرض السكر هم الاتجاه الحديث للنظر للسكر دلوقتي إنه بنسميه حاجة اسمها متلازمة أعراض بالإنجليز اسمها سندروم أو متلازمة أعراض بمعنى إيه معناها إنه هو في كذا حاجة بتحصل ممكن حاجة تسبق التانية يعني بمعنى أوضح يعني ممكن السكر يحصل ارتفاع السكر يحصل الأول وبعده التهاب الأعصاب وبعده ضيق الشرائين التهاب الأعصاب ضيق الشرائين ده اللي بيقى صارع على العراقة الزوجية ممكن يحصل العكس ممكن يحصل التهاب أعصاب الأول سنتين ثلاثة يجيله أعراض بتاعت التهاب أعصاب يجيله ضعف في أداء العلاقة الزوجية السكر يعلى بعدها بسنة أو سنتين ممكن الشرائين تبدأ الأول ممكن دي يعني فيها تبديل وتوفيق فهو ده عشان كده بقى بينظر للسكر ويبقى معهم سمنة ومعهم كوليسترول دي اسمها متلازمة أعراض من ضمنها ارتفاع السكر من ضمنها ارتفاع السكر فعشان كده ده يفسر ليه بعض فيه عشان برضو الناس تطمن فيه ممكن يبقى مريض سكر ورق الزوجية بتاعته كويس جدا بالصدفة عنده ارتفاع سكر بس الأعصاب سليمة والشرائين سليمة ممكن واحد يكون السكر بتاعه أقل بس معاه التهاب في الأعصاب أكتر لأنها زي ما نقول متلازمة أعراض مختلفة عنده كل مريض عن التاني مفيش مريض زي التاني فيها فده يبين ليه فيه بعض الحاجات الغريبة في مرض السكر يعني لكن طبعا في كلهم بيشتركوا في حاجة ان ضبط السكر أساسي وعدم التدخين أساسي